اشتركوا في القناة مشيدا سموه بالجهود التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية من مبادرات تدعم العمل الإنساني والتوعوي في مختلف دول العالم وقد سلمت الرسالة سعادة وزيرة الصحة الأستاذ فائقة بن سعيد الصالح حيث عقدت اجتماعا صباح اليوم مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية وسبعين للجمعية العامة للصحة العالمية المنعقدة في جناف وخلال اللقاء أكد الدكتور تيدروس بأن تكريم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جاء تقديرا لدور سموه الرائد في النهوض بقطاع الصحة العامة في مملكة البحرين وتكريما لإسهاماته ومبادراته وما حققه من نجاحات وإنجازات في مجال الصحة وقال إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يعد أول قائد عالمي يتم تكريمه من قبل منظمة الصحة العالمية في سابقة هي الأولى من نوعها وحدثا فريدا في تاريخ المنظمة منذ إنشائها بمنحها هذا التكريم لأول مرة ولأول شخصية على مستوى العالم بما يؤكد ما يحظى به سموه من تقدير دولي كبير على إنجازاته في مجال التنمية المستدامة بصفة عامة والقطاع الصحي بصفة خاصة وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبريسوس إلى الدور المحوري الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية لتحسين المرافق الصحية والرعاية الأولية في العديد من الدول التي تعاني من ضعف في المجال الصحي مؤكدا على أهمية التعاون بين منظمة الصحة العالمية ودول الأعضاء في القضاء على الأمراض التي أصبحت تشكل خطرا على المدنيين في الدول الأقل نموا والتي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة